متابعة لسير الدروس وانتظام حضور تلاميذ والتواقم التربوية تأتي زيارة التي أدتها سلطات الإدارية لمقطعة مونغل لعدد من المدارس في البلدية المركزية المدرسة رقم واحد أعرق المؤسسات التعليمية في مونغل كانت المحطة الرئيسية من هذه الزيارة التي مكنت من التعرف على ظروف سير الدروس مع قضاء الأسبوع الأول على افتتاح العام الدراسي حضور جيد من نسبة للتلاميذ ومعلمين وكان متميز وإحنا إن شاء الله في إطار هذه المتابعة لتوجيهات سامية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية وتعليمات من معالي وزير الداخلية على أن نحن كسلطات إدارية نتابع هذه العملية مرحلة ثانية من مراحل المدرسة الجمهورية اللي هي الحمد لله هذا المشروع الكبير اللي يتحقق الحمد لله واللي إن شاء الله يتكلل في السنوات القادمة بالنجاح وعلى الأساس طالبين من أباء التلاميذ وروابط أباء التلاميذ إحنا كاملين وطواقم التعليم وطور المسؤولة عن التعليم من طواقم تعليم مدرسين على أننا كاملين نعود يد وحدة ونصد صهارة كاملين على أن هذه السنة يعود لميزها عن هذه السنوات الأخرى الطواقم المشرفة على عملية التدريس تؤكد جاهزيتها لمواكبة كل القرارات التي اتخذت الدولة لإجاح مشروع المدرسة الجمهورية في سنتها ثانية المقاطعة تضم 166 مدرسة ابتدائية من بينها 25 مدرسة مكتملة وكذلك تستفيد من هذه السنة من عدد هائل من الطاولات كما استفدت السنة الماضية بقدر ما يزيد على ألفين طاولة مدرسية من ناحية أخرى زي المدرسي سيصل هذا المساء إن شاء الله المقاطعة وسيتم في عطلة الأسبوع توزيعه على كافة المدارس المعنية به ويتطلع القائمون على العملية التربوية في مقاطعة منغل مع بداية العام دراسي جديد إلى تحقيق نسب معتبر من النجاح في ظل وجود إرادة لتطوير مخرجات المظومة التعليمية في هذه المقاطعة حمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة موقل